اشتركوا في القناة والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا نبتناه ربه فأكثروا فيقول ربي أكرماً وأما إذا نبتناه فقدر عليه رزقه فأكثروا فيقول ربي أماناً كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكيم وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكروا الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لآياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحداً ولا يوثق وثاقه أحداً يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجع إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجع إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجع إلى ربك راضية مرضية كمسيحة صفحة 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 صفح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة